الديوز حاجة نكحة جداً وموجودة شاطر فيها ما شاء الله لسه بتكلم على لفينة الدنيا مع ريدة البحراري طبعاً للي كل الناس بتحبه كالفيلم البعبة بتعميل كرارة احكي لي عندها لأن وجودك في أفلام نكحة لنجوم كبار زي أمير كرارة وموجود في السينما ومؤخراً كمان الناس بقت بتهتم بتتراتل مسلسلات وتتراتل أفلام والأغانية بتتغنى في الأفلام بتصنع نجاح كمان للفيلم وللعمل نفسه طبعاً أغنية لفينة الدنيا أنا كان المنتج بتاعك النصص الحمدي بدر يعني هو دايماً اللي مسكحة الأفلام دي هو ده اللي مربيني في الصنع دي فلاقيته بيكلمني الصبح قال لي أنا فيه أغنية فيلم وأمير طالبك بنفسه فقالت له أنا أغنية إيها لغنية فيلم البعبة فطبعاً مش في سالة ده نفس أنا بحب الحاجات دي قوي حتى لو حغلني فيها بدون مقابل أنا بحب الأعمال بتاعة الأفلام وبحب دايماً أضيف حاجات في تاريخي من دي فروحت على السوديو وبتديت إنها هتم بالأغنية أكتر وكان رضا أدى بيها بشكل قويس وأنا وهو سبحان الله كان صوتنا مع بعض لعي جداً ومعيني ده غير توقعي إن أنا أنا ورضا هو كمان إنت عارف لما صبارنا معاك تكلم عن أغنية البعبة ولفينة الدنيا تكلم عنك بطريقة كلها إيجابية وهو جميل وإنت قد عمين حالة في الأغنية مختلفة رضا جميل وفنان يحترموا بعدين يعني ليه ليه يعني هيب على المسرح كبيرة أوي والناس كلها بتحبوا ليه جمهور كبير أوي فأنا عملت اللي علاية والحمد لله لو أنا نجحت ونجحت بين إحنا اللي اتنين وكسرت الدنيا والحمد لله متسطرت رندي لحد دلوقتي فده أنا نفس فيه إن أنا أفضل دايماً في الخط ده وبعمل حاجات كويسة مش عايزة عمل حاجة بتخلي الناس تقول إن لا مسلم بيعمل حاجة مش هاتفيت حد يعمل حاجة مش هاتفيت حد يعني لو كان فيه أغاني مسلا تعمل فيها كلامه وكان فيها وأعملت شوات مشاكل أكيد طبعاً حاجة دي كده جت من غزب عني أو كنت لسه ما وضحتش الصورة إن أنا أظهر في الحتة كويسة ولما أظهرت فيها فأكيد طبعاً كل ده كنت ندمان عليه لو أعمل حاجة مش كويسة الحمد لله يعني ودلوقتي بفكر في حاجات أحسن بكتير